الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم أهلا وسهلا بكم مع حديث جديد وراوي حديث من الصحابة الكرام راوي حديث اليوم من المدينة المنورة من قبيلة الخزرج دخل الإسلام إلى قلبه وعمره ثمانية عشر عاما كان أبيضا حسن الشعر كحيل العينين مجتمع الحاجبين كان من أحسن الرجال خلقا وخلقا إنه الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال عنه حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربعة وذكر منهم معاذ بن جبل وقال أيضا وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمحوا لي في البداية وقبل منقول حديث اليوم ندرد الشوية في أصل الحكاية بعد من صلي على خير البرية سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام زمان؟ زمان أوي كان في عابد من الجان طائع للرحمن وبفضل عبادته رفعه الله سبحانه وتعالى لجنات النعيم وبعدين شاء الله إنه يخلق آدم عليه السلام أبو البشر وأمر الملائكة بالسجود لآدم رفض إبليس وتكبر عن السجود قائلا أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ومن لحظتها تحول إبليس إلى إبليس الرجيم المطروض من رحمة الله رب العالمين وأصبح آدم وذريته عدوا لإبليس فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين لم يدع الشيطان آدم وزوجته حواء يتمتعان بجنات النعيم فوسوس لهما فأكل من الشجرة المحرمة وكانت النتيجة ترضهم أجمعين إلى الأرض ثم تاب الله على آدم بعد ذلك وبدأت حرب مستعرة بين الإيمان والكفر في كل زمان ومكان بأشكال مختلفة شيطان يغوي ويوسوس للناس وبشر يضلون ويتبعون طريق الشيطان ثم رسل من رب العالمين يهدون إلى الإسلام كمنهاج ثابت لرب الأرض والسماوات ويعود الشيطان من جديد ويرسل الرحمن الرسل رسولا بعد آخر ونبيا تل ونبي حتى جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتما للمرسدين ورحمة للعالمين وجد قومه على عبادة الأصنام فدعاهم لعبادة الله وحده وهدم الأوثان فرفضوا أنظرهم بعذاب من الله فسخروا فهاجر للمدينة وأقام دولة الإسلام منهاجا وشريعة ثم كان نصر من الله وفتح قريب لمكة وحمل الصحابة الكرام نور النبوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ونشروا الإسلام في ربوع الأرض شرقا وغربا كان الشيطان على عداوته مستعرا يتحين كل فرصة ممكنة ليعودوا إلى إغواء البشر ولكن هذه المرة بأسلوب جديد تقرب الشيطان إلى الجهلاء والبسطاء مرة بدعوة محبة أولياء الله الصالحين مثل السيد البدوي وغيره رأينا من يذبح للسيد البدوي ومن ينذر للسيد البدوي ومن يهتف بأعلى صوته يا بدوي مدد وكذبا أشاع ما يسمى بكرامات البدوي لزواره والحمد لله على نعمة الإسلام وطائفة أخرى جعلت أهل البيت النبوي الشريف فوق من سواهم بما يخالف من هاج الله ورسوله فتجد من يتبرق بهم ويذهب إلى كبورهم ويدعوهم بأسمائهم وما هو أكثر بالذبح لهم والتوسل لهم بفك الكربات ولا حول ولا قوة إلا بالله مصداقا لقول النبي الكريم افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا يا رسول الله من الفرقة الناجية؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وفي رواية أخرى قال هي الجماعة يد الله على الجماعة وهي يدي الحكاية بالتفصيل والآن مع حديث اليوم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق الله على عباده قلت الله رسوله أعلم قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك فقال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه قلت الله ورسوله أعلم قال حق العباد على الله أن لا يعذبهم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمحوا لي أوضح لكم بعض معاني الكلمات الصعبة رديف هو الراكب خلف الراكب بإذنه ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل تدل على الاقتراب الشديد بين الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه بعض فوائد الحديث الشريف أولا شد التواضع النبي صلى الله عليه وسلم حين أردف معاذ بن جبل خلفه ثانيا تكرار الوعظ النداء لشد الانتباه وزيادة التركيز ثالثا عبادة الله لا تتحقق إلا بالإخلاص وعدم إشراك آخر بالعبادة رابعا كل أشكال العبادة من دعاء وصلاة وتوسل وذبح ونذر هي لله وحده خامسا من مات على التوحيد دخل الجنة دون شك جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وآسف جدا على الإطالة ياريت كلنا نشر الفيديو لتعم الفائدة وياريت لو كلنا نعمل سابسكرايب ولايك وشير للصفحة على اليوتيوب وياريت كمان لو تزور صفحاتنا على الفيسبوك هتلاقوا الرابط تحت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر